السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الكرام في هذه النشرة الجوية لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بكل أخبار التقص ببلادنا المغرب وفق آخر تحديثات النماذج العالمية إذن فيما يخص متابعين الكرام حالة التقص اليوم الخميس 8 فبراير فمن المتوقع إن شاء الله أن تستمر الأجوال المستقرة لمستوى معظم المناطق المغربية كما يوضح لنا هذا النمجج وخلال الفترة المسائية من يومه الخميس من المحتمل إن شاء الله أن تستقبل المملكة منخفضا جويا سيدخل إلى بلادنا المغرب وذلك خلال الفترة المسائية من يومه الخميس حيث من المتوقع إن شاء الله خلال فترة متصف ليلة الخميس القادم بإذن الله تعالى أن ترفل مناطق الشمالية للمغرب نزول تساقطة مطرية ستكون مهمة بإذن الله تعالى وستشمل المناطق الشمالية الغربية للبلد وستكون هذه الغيوم إن شاء الله التي ستستقبلها المملكة مصحوبة بهبوب رياحة شمالية غربية على مستوى هذه المناطق وفيما يخص الساعة الأولى من صباحة يوم الجمعة الساعة فبراير حفظ من المتوقع إن شاء الله أن تعرف المناطق الشمالية نزول تساقطة مطرية على مستوى ببرد تطوان العرائيسي لسليمان الرباط الضر البيضاء وكذلك الجديدة وكذلك أسفية وخلال الفترة الصباحية دائما من المتوقع إن شاء الله أن تتوسع هذه الرقع من التساقطة ضر المطرية لتشمل معظم المناطق الشمالية المغرب وكذلك ومعظم مرتفعات الأطلس الكبير وكذلك المتوسط حيث من المتوقع إن شاء الله أن تكون هذه الغيوم مصحوبة بنزول التساقطات النتلجية على مستوى تباند وميدلت وكيكو وكذلك أوطة الحج ومن المحتمل كذلك نزول تساقطات مطرية ستكون قوية وعنيفة على مستوى مدينة السفي والجديدة وسطة وكذلك خربقة هذا من المتوقع إن شاء الله أن تستمر هذه التساقطات المطرية طيلة يوم الجمعة من الصباح أو الساعة الأولى من صباحية يوم الجمعة القادمة بإذن الله حيث من المتوقع إن شاء الله أن تستمر هذه التساقطات المطرية كما يوضح لنا هذا النموذج أمامكم متابعين الكرم وخلال فترة بعد الزوال من المتوقع إن شاء الله أن تصل تساقطات المطرية على مستوى المناطق الغربية وكذلك على مستوى المناطق الوسطى للبلاد وكذلك الرشيدية مثل خنفرة بن ملال وكذلك مراكش وكذلك خربقة سطاة الجديدة خنفرة كيكوت الحجم هذا من المتوقع إن شاء الله خلال الفترة المسائية بإذن الله تعالى أن ترتكز هذه التساقطات المطرية القوية على مستوى المناطق الغربية وكذلك على مستوى المناطق الوسطى للبلاد حيث من المتوقع إن شاء الله دائما أن تستمر تساقطات المطرية القوية على مستوى تنغير وكذلك تبانت بن ملال خنفرة أخرى بكاستات بن غريرة وكذلك مراكش شجاوة الصويرة أسفي والجديدة وتساقطات مطرية كذلك محتملة على مستوى الوجه الشرقي للبلاد وجدة وأوضت الحاج وكذلك تازى إذن هذا في مخص متابعين الكرام حالة الطقس الخاصة بيوم الجمعة والذي سيتميز بإذن الله تعالى بنزول تساقطات المطرية ستشمل معظم المناطق الشمالية للمغرب وكذلك الوسطى وستكون محملة أو مصحوبة بتساقطات نتالجية على مستوى المرتفعات ومن المتوقع خلال الفترة المسائية تصلت تساقطات المطرية إلى تلودان تالوين وتزنيت وكذلك تساقطات مطرية محتملة بمدينة ورززة إذن هذا في مخص متابعين الكرام حالة الطقس الخاصة بهذا اليوم وكذلك الأيام القادمة لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة للتوصل بكل أخبار الطقس ببلادنا المغرب دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته